زي ما كلنا عارفين امبارح حصل اتصال ما بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وما بين الرئيس الامريكي جو بايدن جو بايدن هو الذي بادر بالاتصال ويمكن نتكلمنا شوية في مسألة ما تناوله هذا الاتصال الغريب كل الغرابة الحقيقة انه الاقي البعض للأسف الشيء يعني يقولك ايه عايز تقول بزبط عايز تقول انه الادارة الامريكية امتثلت او اقتنعت او اتفقت مع رؤية مصر بأمرت ايه يعني انتو بتلوز رعي الحقيقة انتو بتغيروا الكلام انتو بتعملوا لا اله الا الله ولا حول ولا قوت الا بالله يا ابني يا حبيبي يا ولاد الحلال مفيش حاجة اسمها اتصال ما بين رئيسين يتم تغيير لا فحواه ولا تفاصيله ليه اول ما يحصل كده على طول تلاقي البيت اللابي دي يقولك ايه ما حصلش ده طبيعي طيب هذا الاتصال الحقيقة هتلاقي انه بايدن بعد الاتصال على طول راح عمل ايه نشرة تغريدة ما اسمهاش بقى تغريدة ده الوقت ما اسمها بقت اكس ايوها ده انا عشان اطلها عمر وقراها معلش عشان عمر بقول لي هي علاها انت عارف انه مش اه 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 ادي يا سيدي الاتصال بتاع اسف ده فحوا الكلام او بالادقة هو ده نص الكلام اللي كتبوا بايدن على المنصة اكس الحساب الموسق وبيقول وقد تحدثت ايضا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى اه اننا اشاركه معه معه تقديري لدور مصر في تسهيل المساعدات الانسانية الى غزة ده كده اول براجراف تاني براجراف فيقول وانه احنا توفقنا على ان احنا بنلتزم في العمل سويا وتناقشنا في اهمية حماية حياة المدنيين وانه يجب احترام كافة القوانين الدولية الانسانية وانه نحن نؤكد انه الفلسطينيون في غزة لن يتم تهجرهم الى مصر او الى اي امة ده التعبير او بمعنى اي بلد اخر ده نفس الكلام اللي احنا قلناه امبارح نفس الكلام ده هو اللي نشره بايدن امبارح فورا بعد ما اجرى اتصال بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي النتيجة ايو امتثلوا انصاعوا اقتنعوا اي توافق زي ما تحب استخدم اي مصطلح تريد ان تستخدمه المحصلة النتيجة انه اه هندخل مساعدات انسانية وهنقدر نوصلها بشكل اثرع في وطيرتها اكبر من حيث الاحجام لن يتم تهجير الفلسطينيين الى مصر او الى اي بلد اخر وانه يجب علينا احترام المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بالانسانية